الصباح الخير عليكم. هنعمل بسرعة كده على السريع المخلل بتاعنا اللي احنا جاهزنا من اليوم مرة نخلل وعرفنا طريقته. بس بحط له شوية من اي ملح طبيعي. مية وملح طبيعي. ما بشلش القشرة لاي خضار. لان القشرة هي اللي عليها البكتريا اللي هتساعدنا في اننا نطلع المخلل حلو. اوكي. كل بقى انواع المخللات. بعد ما خللناها. سبشر لو انا في البيت عندي ناس عندها الضغط. مسلا. اوكي. وعاوزين ياكلوا مخلل. لازم ياكلوا مخلل. كل اللازم ياكل مخلل. اوكي. انا حط فيها بقى كل الخضار كمان اللي انا ما بحب شكله. يعني مثلا زي احنا قلنا البنجر لما بيتخلل تحفى. والناس اللي بتتعب من البنجر الناي. البنجر المخلل حلو فيه ومفيد. وتقريبا نفس فوايد الناي مع اضافة بعض حاجات ومش هيتعبهم. لانه سهل الهضم. عشان الانزيمات والبكتريا. كل كل الحاجات الحلوة دي. فانا بقى عاز اعمل المخلل بقى اجهزه. هو جاهز خلاص وبقى مخلل جميل كده. ده ده مخلل. عندي بقى كزا نوع مخلل. هحط كله على بعض دلوقتي. عاز اجهزه. اجهزه بقى بعد ما قعد دلوقتي حوالي اسبوع او اكتر. حوالي عشر اتنشر يوم. عندي بس المطبخ برد. اوكي. برد شوية. فبيمشي الحل بيقعد مدة طويلة. بعد ما قعد المدة طويلة دي. وكل انواع المخلل اللي في البيت عندي خدتها بقى هاخدها كلها. وهجهزها. تبقى جهزة للاكل. هي ملحها هيكون قليل جدا. اوكي. طعمها حلوة قوي. هحطها في التلاجة تبقى عبارة عن خضار جاهز بالبكتريا بالانزيمات بكل حاجة. اي وقت انا مش عاوزة اطبخ وكل الخضار عندي. لو انا عاملة ليفت. بانجر. شوفوا الليفت ده من الحاجات المهمة قوي ودي حاجة شتوية. بانجر نفس الكلام. اوكي? هحط عليه توم افريش كده مع وانا بحطه دلوقتي بجهزه. بانا عندي التوم والبانجر والسلر الكرفسة عندي الجزر عندي الارنبيت عندي الكرومب. كل الحاجات دي في طبق حلو بتعيش مدة واخد منها معلقتين تلاتة مع اكلي خدت كل فوائد كل الخضار ده بالزيادة. يلا نبدأ. يبقى عن نحتاج المخليلات اللي في البيت عندي اللي انا عاملها كلها. انا جبت واحد منهم ولسه يفضل عندي انواع تانية. اوكي? اه جزر حلوة. اه اللي هو الكرفس. هحتاج زيت زيتون. هحتاج شوية توم. هحتاج اه مثلا زيتون. زيتون مخلل وشيل البزرم منه. لو موسم الطماطم ممكن احط طماطم في الاخر عليه. هتتخلل كمان. هيبقى طعمها مخلل. اوكي? اه لو فلفل بحط فلفل. انزان هحمص شوية من الكزبرة. الكمون بزور الخردل. تلاتة دول هحمصهم تحميسة خفيفة قوي واطحنهم. تحميسة خفيفة. كمون بزر الخردل. وشوية كزبرة. خفيفة يعني كده بعد كده بقى طحنهم. طحنت بقى كل الخضار اللي حكينا عليه. ده خضار طازت. اوكي? تتحنوه وعايزينتو بشروف المبشرة يعني زي ما تحبوه انا بس تسهل بصراحة. طحنتو كله. وضفته. ده هياخد طعم المخلل وشوية يتخلل كمان يعني. هستفيد منه بكل الحاجات وهو فرش. وبيعيش بقى مدة طويلة في التلاجة بسبب الخلطة دي. هحط الزيتون. اوكي? مش عاوزة انا موت. وبعدين الحاجات اللي حمصناها. سلحونها طحنة خفيفة. اوكي? هحط معلقة خل على الزيتون. زيت الزيتون هحط عليه معلقة خل. خلي طفاحة ارجانيك رو. لو ما عندكوش مش مشكلة. ممكن اي نوع خلية طفاحية كلها معلقة يعني. انا عندي طبعا هنا كل حاجة هنا جاهزة مش محتاجة اي ملح. بسم الله. خلطة جميلة دي طبعا لو الزيتون بتاعكو مش حادق. خدوا بالكو. لو الزيتون حادق شلوه لو انتو عندكو حد عندو الضغط. بسم الله. ناو انا عندي بقى طعم الخضار ده كله ملحه خفيف جدا فوق ما تتخيله. ومعلقة منه فيها كل اللي انا عوزاها. كل اللي انا عوزا من انواع الخضار. وسهلة الهضم. ولازم على الطبق بتاع الاكل بتاعي. شوفكم فيديو تاني والسلام عليكم.